استكمالا لا حديثنا عن موضوع المراكز الثقافية تحدثنا بالجزء الأول عن ليش موجود عنا مراكز ثقافية إذا احنا نفروض فخورين بعمليتنا التعليمية وبصفوفنا المدرسية معنا سعادة النائب وفاق بني مصطفى والأستاذ خالد عوامر نائب نقيب المراكز الثقافية حكينا قبل الفاصل وذكرتي نقطة كثير مهمة وهون دي أسمع رأي الأستاذ خالد أنه المدرس نفسه موجود في المدرسة ليش هذا المدرس يروح للمراكز الثقافية وإحنا سمعنا من أهالي طلاب على لسان بعض المعلمين حكوا بكل ثقة أنه أنا بالمدرسة أو بالصف بعطيك 25% بالمركز بعطيك من المنهاج 50% لما أجيلك على البيت وهون الاستغلال المادي أنا بعطيك 80% وبعطيك كمان الأسئلة المتوقعة وهون عم نشوف تجارة بموضوع العلم والتجارة بموضوع إعطاء المنهج الذي هلأ هو لما يجي إلى البيت هذا مدرس مفروض يكون مراقب من مين؟ من مديره إليه مدير ومفروض يراقبه هذا المدرس ولكن أنه أي مدرس ما بيعطي حصته بشكل حقيقي داخل الغرفة الصفية هذا مدرس بجوز خان هاي العملية وهذا أنا ما بقدر أنسخ هذا على كل المدرسين يعني ربما مجموعة منهم ممكن بيعمل هذا الأمر ولكن الغرفة الصفية خليل أحكي أنا هذا الأمر وهذا يعني الدكتورة ما بعرف إذا بتعرف به عندك الطالب من الصف الأول الابتدائي لغاية الثانوية العامة بيأخذ 13 ألف ساعة داخل الغرف الصفية المراكز الثقافي من 13 ألف ساعة بيأخذ 60 ألف ساعة فهذا لا يتعرض مع 13 ساعة اللي درسهم الطالب طوال فترة وطوال تحصيل العلم هالتراكم هذا كله ولن يكون بديل يعني لا يمكن أن يكون 80 ساعة بديل عن 13 ألف ساعة هلأ النقطة الثانية أن الطالب ما بيعطي المعلومة داخل الغرفة الصفية وبيقول للمدرس ما بيعطي المعلومة وبيقول للطالب اتفضل على المركز أو بيعطيه حصة بالبيت هلأ في عنا بالمراكز الثقافية أعداد الإناث أكثر من أعداد الذكور اللي بيأخذه وما عنا معلمات إناث بتدرس فشو اللي بيخلي الإناث كمان يجي يأخذه هلأ الإناث ما أقول معلمات ما في عنا معلمات إناث ذكور كلهم ونقطة ثانية معظم المعلمين اللي بدرسوا في درس التقوية خنحكي بالعاصمة عمان معظمهم من المدارس الخاصة وعدد كبير جدا وربما ضعف الطلاب من المدارس الحكومية هم ضعف الطلاب من المدارس الخاص بيأخذ درس تقوي يعني مين الضعف؟ المدارس الخاصة معظم طلاب المدارس الخاصة بيأخذ درس تقوي وبجزء هو مأهلهم التحليق هذا دليل لشو لما حتى المدارس الخاصة عم بتخير نعم بيأخذوا دليل لشو؟ دليل أن هذا الطالب بحاجة وعنده مشكلة أو أن الطالب هذا بدي يستزيل أو الطالب هذا بدي يروح تخصص معين وبي نافس وحكينا بالثلاث مواد هذولة فقط المشكلة ما فيه هل يوجد عند وزارة التربية والتعليم دراسي لهذا الأمر ما بعرف إذا عندهم أو ما عندهم دراسي ولكن أنا كمركز ثقافي هذا الطالب بدي يجي عندي بدي يوخ الدرس رياضيات أو إنجليزية وفيزياء يفترض أنه أنا أستقبل وأدرسه ضمن قانون ونظام وتعلمات تصدرها وزارة التربية والتعليم وليس بمراكز أخرى لا يجد عليها أي نوع رقابة هذا هو الخلاف وهذا الأساس اللي حدثنا معه مع لجنة التربية النيابية واغتنعت لجنة التربية النيابية بوجهة نظرنا حتى اجتمعنا مع وزير التربية والتعليم وتقريبا وزير التربية مقتنع بوجهة نظر وممكن يعمل قانون قريب من القانون اللي حنا أو ربما يصدر كما هو القانون حتى نستطيع ندرسه وبينما هي وزارة التربية والتعليم تأهل مدارسة ومثل ما منحكي أن التراكمات مثل ما حكوا أخواننا أنه عندهم مشاكل أهله مدارسهم وأهله معلمينهم الطالب نفسه ما بيجي على المركز طالب شو؟ لأي يجي يدفع فلوس بالمركز وهذه نقطة الفلوس خلنا نحكي عليها بس جزئية معينة يعني هل الطالب إذا بيجي على المركز يتبع له 100 دينار على 30 أو 40 ساعة مادة الإنجليزية أو الرياضيات هل معقول أنه 100 دينار رح تأثر عليه بينما هو أصلاً لما يروح على الجامعة فقط بس يدخل الجامعة وبتعرف الدكتورة بعض الجامعات 500 دينار بيدفع بس مشال التسجيل فما أتصور أنه هذا الرقم اللي يدفعه عبء عليه هو عبء عليه إذا كان داخل البيت على الحصة 50 دينار لكن بالمركز لما تكون حصته دينار أو دينار نص أو دينارين بحد أعلى ما أتصور أنه رح يكون عبء مادة ثقيل وإحنا كمان ما بدنا نحمل الأهالي عبء مادة ويريت أن الطلاب يكتفوا من مدارسهم وما يجوا على المراكز لكن إحنا حل مشكلة موجودة الآن المشكلة موجودة إذن زي ما تفضلت وبعدين إحنا مزبوط أنه بتميز يمكن الشعب الأردني قدي باستثمر للتعليم بيبيع مرات الواحد بيته ليعلم أولاده بيبيع أراضي يعلم أولاده يعني تخلص ورسناها أباً عن جد ولكن هون أنا بدي أتوقف شوي لابد يمكن من المراكز اللي فتحت اللي سموا حالهم مراكز دراسات وتدريب بوزارة الصناعة والتجارة وعن بتقوم بهذا الدور أنا بحث أنه هون لازم يكون فيه رقابة عليها لأنها مش خاضعة على أي معيير لوزارة التربية والتعليم وأدري أفهم أنه تعديل القانون طلبته أنه كل المراكز التقافية تكون خاضعة لمعيير لوزارة التربية والتعليم وأنها تقدر تدرس إشي إلى علاقة بالمنهاج المدرسي ولكن هون بيجي سؤالي لست وفاء هلأ مفروض أنه المعلم يكون قادر المعلم الناجح وإذا إحنا منظومة التربية والتعليم ناجحة أنه المعلم يكون يقدر يوصل المعلومة لمختلف أساليب التعلم لدى الطلاب فهذا التقصير هو اللي عم بنتج عنه يعني إذا كان ناخد حسن النية بكل شيء الأستاذ مش مادة ولكن عدم مقدرة الأستاذ أنه يوصل المعلومة لكل هالطلاب بهالمواد الثلاثة اللي عم بيستصعبوها الطلاب بالسنة الأخيرة فهونا ما بتفكري أنه لا ممكن يكون حل حاليا إحنا حكينا أنه ممكن لما نتكلم عن البعد الشامل للموضوع البعد الاستراتيجي البعد الإصلاحي الكامل أكيد أنا وأنتي ويمكن الأستاذ خالد في مرحلة معينة نقول لا إحنا بدناش المراكز الثقافية وبدنا التعليم العام يكون تعليم جيد وحتى فكرة المدارس الخاصة مش مسموحة بكل الدول لأنه كل الدول ترتكز على فكرة أساسية أنه هذا الحق الحق في التعليم يجب أن يكون فيه مساواة بين الطلبة وبين المواطنين لكن مع الأسف الشديد مش دائما الأفكار المثالية قابلة والنموذجية قابلة للتطبيق العملي ونفكر مرات بحلول أكثر عملية لكن هذا الأمر برجعنا لقصة المعلم المعلم بحاجة لعدة أمور ابتداء يجب أن يكون هناك تحسين مستمر لأوضاع المعلمين ما نحكي أنه الموضوع ما له علاقة بالجانب المادي مش صحيح الموضوع لأنه كثير من المعلمين اللي بيروحوا وبعلموا في المراكز الثقافية هم كمان نفسهم ونفس الطلبة يمكن يكونوا طلبتهم نفسهم اللي في المدارس العمومية أو في بعض المدارس الخاصة ينقلوا معهم إلى المراكز الثقافية وهذا موجود يعني وإن كان ليس لدينا أرقام زي ما حكى الأستاذ خالد ما في دراسات حول الموضوع ولكن هذا أمر موجود وبالتالي الشخص اللي بيقدم الخدمة واحد ولكن هو هنا يقدم الخدمة مقابل أجر يأخذه مباشر عن طريق المركز الثقافي ويشكله عائد إضافي وهناك راتب الحكومة اللي بمعنى أو بآخر مضمون هلأ يمكن راتب الحكومة أو الأجر الحكومي غير مناسب للمعلمين ويمكن من لما نشأت نقابة المعلمين وهي تركز على تحسين أوضاع المعلمين لأن المعلم أيضا يحتاج إلى أن يكون لديه الراحة المادية والمعنوية وعنده انتماء كامل لمهنته وفهم كامل للرسالة اللي بيأديها ولكن أنا برأي بأنه يمكن الأستاذ خالد كصاحب يعني كنقيب بدافع بصريقة جيدة عن المراكز الثقافية لكن نفس المفهوم اللي بتهاجم فيه الدروس الخصوصية هو ذات المفهوم اللي البعض بهاجم فيه المراكز الثقافية يعني هذا شر وهذا شر هذا سيء وهذا أسوأ هذا غير صحيح وهذا الوضع الأصح أن المعلم يعطي الأقصى ما عنده في مكان واحد وعدم تشكت المصادر لكن أنا ما بلهم زي ما حكيت ما بلهم الأهل ما بلهم الأهل لأنهم في مرحلة التوجيه للأسف الشديد بدهم الأفضل ويدخل الطالب في معركة تنافسية شديدة جدا ومش من قليل الأردنيين سموا التوجيهي توجيعي يعني لأنه مع الأسف الشديد بخضوا الأهل حالة يعني صعبة جدا أثناء هذه المرحلة بيحتاجوا لأي أحد بيمد لهم يد المعونة والمراكز الثقافية هي جزء من هذا الشخص معاذي فدايدة معدل الحلقة قام بزيارة مراكز الثقافية وهنا رح نشوف أن المركز الثقافي مش توجيهي للصرفوف الابتدائية خلينا نشوف مع بعض المركز الثقافي بالضبط ونرجع نكمل لحوارنا مع ضيوفنا أول شيء أنه أنا أجيت على المركز لأنني محتاجيته لأنه بالمدرسة ما بقدر أفهم أن نلمس نفسها أو بتكون المس الموجودة ما بتقدر توصل لي المعلومة كويس فأجيت على المركز أخذت الرياضيات لأنه أهم إشي لرياضيات ما كنت فهميته فالحمد لله أجيت على المركز وفهمت الرياضيات وفيه عربي كمان كمان فهمت وإنجليزي لأنه هي بالمدرسة أصلا جوز المستعطيك بتفكر حالها أنها بتفهمك بس هي ما رح أنه هي متجواتك عشان تفهم أنت فهم ولا لا لما تيجي تسألها بتحكي أنه أسأل سؤال قدام الطلاب طب أنا أنت شرحتي لي يا قدام الطلاب أنا ما فهمت قدام الطلاب بدي لحالي بتحكي لا أنه أنا لازم أشرح لك يا قدام الطلاب كلهم مشان الكل يستفاد أنا ما رح تقدر توصل لي المعلومة لأنه أول مرة أعطتنيها بهذه الطريقة ضعف يعني هو عندهم ما حسهم قاعدة تستوعب بالمدرسة يعني صراحة فخليتها بالمركز شوي تحسن وهو مو كل مركز صراحة يكون مركز يعني أنا خلتها وكان مدرسين يجوا للبيت يعني واحد يكون صاد توعاب كيف واحد يدخل الفكرة لمستواهم تعرف كل جيل يعني كيف تدخلها المعلومة فأكثر من مدرسي جماعة دخلت المعلومة الصراحة ما عرفوا كيف يدخلها موضوع المراكز الثقافية موضوع كثير مهم هي مؤسسة تربوية المفروض أنها تكون مساندة لعملية التعليم وأنا أصلا خبيرة تربوية معلمة سابقا فضرورة أنها تكون المراكز الثقافية تدرس ضروري جدا تدرس المناهج التربوية وتدعم المدارس الحكومية والخاصة في عملية رفع المستوى التعليمي والتحصيل الأكاديمي ويجب أن تكون مراقبة من وزارة التربية والتعليم يجب أن تكون هي الآن غير مراقبة تماما ومراكز فكل حد بيشتغل على رأيه لكن عندما تكون مراقبة فهي داعم أساسي لرفع مستوى التحصيل الأكاديمي عند الطلاب ومعالجة الضعف عند الطلبة ومعالجة المشاكل الموجودة في المدارس سواء من أعداد أو ضعف عدم قدرة توصيل المعلمين للمعلومة للطلبة فهي داعم أساسي وإنها تدعمهم في تدريس المناهج تدعمهم في تدريس المناهج ويكون حلقة ربط مع المدارس الحكومية والخاصة طيب نشكر معادرة دايدة على التقرير أنا سؤالي تتحملني أستاذ خالد في الختام بأقل من دقيقة ما بتعتبر أن وجود المراكز الثقافية بصراحة وبشفافية يؤخر من عملية إصلاح التعليم العام يعني هو خلني أرجع من حيث أنت التقرير هو خلني أسميه تعليم مساند وأتصور أنه بيدعم عملية التعليم وبساعد الطالب وبحل مشكلة موجودة وأنا خلني كمان شغل كثير مهم وبدأ أطلب من النائبي يا ريت النائبي هي ترجع تساعدنا في مجلس النواب بهذا الأمر وبهذا القانون أنا بعتبر أن الطالب بحاجي للدرس الخاص وبحاجي أنه رحنا مكان يدرس فيه في أفضل مكان مركز مراقب مثل المراكز الثقافية في هذه الفترة وكمان بطلب من ساعات النائبي تفتح ملف في المراكز الغير مرخصة وهي مرخصة من زر الصناعة والتجارة ولا يحق لها استقبال طلاب وخاصة أندر إيج لا يحق لها استقبالهم يريد تفتح هذا الملف مع وزير التربية والتعليم وتم إغلاق هذه المراكز الثقافية وتساندنا لأنهم طلاب تحت زنة وساعدتها تساندنا في إصدار هذا القانون اللي بيساهم في أن المراكز الثقافية تكون تحت مظلة وزارة التربية والتعليم ومراقبة خدمة التعليم وخدمة أبنائنا وإن شاء الله بكرة بنشوف مدارسنا من أفضل المدارس العالمية الموجودة والطلاب ما بيجوا على المراكز الثقافية حق تقديم المناهج شفتوا بأن الأمر لا يقتصر على التوجيه يعني هناك زي ما شفنا بالتقرير طالبات بسن بداية الإعدادي أو بداية متوسط المرحلة الأساسية باعتقادي بأن المراكز الثقافية للأسف تعطي جرعات تتوجه نحو التحصيل والأصل أننا نركز على منظومة أكبر مبنية على العلم مبنية على المعرفة مبنية على الفهم مبنية على التحليل الناقد وأنا باعتقادي بأن هذا ما ينقص مدارسنا الحكومية والخاصة وحتى ينقص مراكزنا والمراكز عليها دور مهم وإيجابي في موضوع التدريب والمهارات في مواضيع أخرى متقدمة مختلفة تماما عن المواضيع التحصيلية يعني هاي وجهة نظري سأبقى متبنية لوجهة النظر هذه مع احترامي لوجهة نظر الأستاذ خالد ومع تبني أكيد لموضوع الرقابة إحنا بمع الرقابة مية بجهد الرقابة على مراكز الدراسات أو على أي مراكز أخرى شكرا لكم ضيوفنا الكرام سعادة النائبة وفاء بني مصطفى السيد خالد عوامر نائب نقيب أصحاب المراكز الثقافية شكرا لوجودكم معنا والاختلاف في وجهة النظر لا يفسد للوضع أكيد أهلا وسهلا فيكم شكرا لحضوركم إحنا دائما مع فكرة إصلاح التعليم العام وهذا اللي منشدد عليه موسيقى 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 موسيقى